اللوحة هنا مشوهة يكسوها التلوث والمرض فأساس الحياة في قرى الغيل بالوازعية أصبح من الصعب الحصول عليه والتفكير في شرائه غير ممكن مع قلة الحيلة وانعدام الرواتب هذه القرى التي تعيش مأساة حقيقية من خلال الشرب من هذا الوادي الملوث والذي تظهر فيه الطحالب هذا الماء هو الذي يشرب منه ويستخدمه للاستخدام للطبخ الألاف من سكان قرى الغيل يبحثون عن ماء صالح للشرب معظمهم من الأطفال وقد تركوا مدارسهم في رحلة البحث عن قطارات من الماء وهو مشهد متكرر هنا يؤرق الجميع مناشدات الأهالي لا توقف نظراً لخطورة الوضع في قرى الغيل وما استأول إليه الأمور في حال سمر سكان بشرب المياه الملوثة نحن محرومين من مياه الشرب في هذه العدلة كما تنظروا هذا الماء الذي نشرب منه ونتروش منه ونروي المواشي منه ونصب منه وكل حاجة من هذا الماء المصابون بالكوليرا في هذه المنطقة التابعة لمحافظة تعيز بلغ سابقاً ألف حالة وذلك جراء شرب المياه الملوثة ففي قرى الغيل تعود آمال المواطنين مع دخول موسم الأمطار لكن وبتوقفه يخيم شبح الجفاف على المنطقة منذراً بحدث كارثة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر